تقول عندنا نحن قد يكون ابتلاء بسبب ظروف الحياة وكذا تقول ما كنا نصلي صلاة الفجر وأنا عندي ضعف السمع يعني تقول سمعت أحد المشايخ يقول بأن يعني الإنسان الذي ما يستطيع القيام على صلاة الفجر يعاقب نفسه بالسهر ثم لتحصيل صلاة الفجر في وقتها تقول من سمعت هذا الكلام وأنا على هذه الحال أسهر أقوم الليل وأصلي الفجر ثم يعني أوقذ الأولاد على الصلاة وبعدين المدرسة وبعدين أنام إلى قريب العصر ولا تفوتين لا صلاة الظهر ولا صلاة العصر تقول لكني أشعر بأن هذا يعني أشعر بشيء من الانزعاج وكذا هذا القبيل أختي معبد الرحمن طبيعي تشعرين بشيء من الانزعاج وعدم الرضا لماذا؟ لأنك خالفت سنة الله الكونية في الخلق والعباد فالله جل وعلا جعل النهار معاشا وجعل الليل سباتا فالليل هو محل النوم محل الراحة محل يعني استرداد الإنسان طاقته ليستقبل النهار الذي هو فيه المعاش والعمل فالليل طبيعي والأطباء مجمعون على أن نوم الليل أفضل من نوم النهار الأطباء مجمعون على أن نوم الليل أفضل من نوم النهار هذا بالنسبة للشيء الاختياري للإنسان يعني أما الذي عنده أعمال رجل مسؤول رجل أمن يحرص البلاد والعباد رجل حارس على منشأة يعني هؤلاء لهم أجرهم عند ربهم بسبب عيونهم الساهرة لراحة العباد وأمن البلاد لكن الشخص الطبيعي اللي ما عنده مشكلة هذا خالف سنة من سنن الله الكونية فالله تعالى جعل الليل هو السبات وهو الراحة محل الراحة ومحل النوم فلذلك اخت الفاضلة قد يكون هذا اجتهاد من أحد المشايخ لكن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الهدي كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده فلذلك أنت تحتاجين أن تعيدي ترتيب حياتك وأن تنظمي مسألة النوم النوم في الليل والعمل في النهار اشتركوا في القناة